رحلة من بحب السيمة لحد من 3 سنين من 3 سنين انت عملت ايه فرعون؟ من 3 سنين انا عدت فترة اخر حاجة عملتها كت 2009 مع سيد نبيل عبيد سيد عبدالخلق حد اسمها البقوبة التانية وبعدين بعدها عدت فترة كده كل الناس قالتلي انت لازم تبعد ولازم وستاذ محامل عبدالعزيز ابو كريم عبدالعزيز قال لي يوسف لأ لازم زي ما عمل كريم تبعد فترة كده وترجع تاني تندق بقى وتبقى والشكل يتغير ويبقى الواحد دخل في مرحلة الشباب دي انا كنت الهو يا جماعة وده باختيار يعني هو انا حاوض نقي بقى العمالة وما ممكن ما يتعرضش عليها حاجة اصلا وده اللي حصل عدت من 2009 ل2013 قاعد في البيت وسن مراهقة وسنوية عامة لحد ما كنت في مسرح البلون بشوف مسرحية لقيت أستاذ خالد صالح الله رحمه وأستاذ خالد في وقت تيتو وكان بحب السيمة نزل وقت تيتو فكان دايماً اي ندوة اي مهرجانات اي حاجة هو مترشح احسن ممثل دور تاني وأنا مترشح احسن ممثل دور تاني فكن يقعد يحظر معايا وانا طفل يقول لي انت منافسي في الجوائز فقال لي يوسف انا عايزك في دور في فرعون وانا عايزك وحقول له استاذ محمد علي استاذ المخرج من الحاجات اللي انا فاكرها في فرعون انه كان فيه ماشاد كان طويل جداً والماشاد تزود عشان حاجة درامية يعني فانا مش حافظ واستاذ خالد برضو كلام عنده مش طب نعمل اي نعمل اي في البروف غا مش ماشي فقال لي هو كان دايماً يقول لي ياموز ده كده يعني فقال لي بص ياموز احنا حنعمه سوا مش فاهم فدخلنا اول تيك واخديني اللونج لسه هنقطع بس هناخدين اول تيك لقيتو بيبتدي كلام من اخر المشهد فانا اللي هو كام تمام فانا مكمل كلام اللي هو اللي بفروض يتردي تقال كلام من اول المشهد نص المشهد وعلي المشهد خرج طبيعي جداً الفلوك كلام انا اللي هو خلص المشهد سيد محمد علي قال حلو جداً كده انا مش حاخده تاني هو ده سيد خالد قال لي عمنا يا موزة عمنا لو معايا ومثل اي كلام كان وقع مني فمن الحاجات اللي انا بفتكرها وبقول انه فعلاً الرجل ده يعني ما قاعدش فترة طويلة بس في الفترة اللي قاعدها عمل حاجات فيه ناس يعني مش هتعرف تتعب قوي عشان اه بالزبط حصلها اه